السلام عليكم أهمية بالغة بالنسبة للمغاربة وبغض النظر عن الأسباب المتحكمة في الهجرة وعلاقتها بالأوضاع الاقتصادية فإنها تعد ظاهرة كونية الهجرة هي تعتبر ظاهرة كونية ونلفت اهتمام المتعلم أن إعداد هذا الملف يتوخى التدربة على المنهجية المتبعة في إعداده وربطها بمعطيات حول الهجرة إذن أولا منهجية إعداد ملف حول الهجرة إذن أولا تحديد جوانب الهجرة إذن ما هي الهجرة؟ الهجرة هي حركة نزوح السكان من مناطقهم الأصلية إلى مناطق أخرى للاستقرار بها بصفة مؤقتة أو دائمة وإذا حدثت حركة الهجرة داخل الوطن سميت الهجرة الداخلية وإذا استقر المهاجر خارج بلده الأصلي سميت الهجرة خارجية ولهذا تصنف الهجرة إلى داخلية وخارجية ثانيا جمع المعطيات حول الهجرة يقتضي جمع المعطيات عن الهجرة اعتماد عدة مصادر أهمها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومقرها بالرباط وكذا كتابة الدولة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج ومديرية الإحصاء بالرباط والمنذوبيات الإقليمية التابعة لها ومختلف المراجع المختصة عندما تقومون بتحديد جوانب الهجرة هذا أول شيء ينبغي القيام به تحديد جوانب الهجرة ثم بعد ذلك ينبغي أن نقوم بجمع معطيات حول الهجرة ينبغي أن نحاول أن نجمع معطيات مرتبطة بظاهرة الهجرة وذلك من المؤسسات الرسمية التي لديها يعني لديها معطيات محينة عن الهجرة عندما نقول معطيات محينة يعني معطيات للحين يعني معطيات لهذا اليوم ليس معطيات تاريخية هذا المقصود بمحينة يعني في هذا الحين يعني الآن يعني معطيات الآن لأنك عندما تطلعون على مقررات الجغرافية مثلا أنتم تجدون معطيات تاريخية ربما يعني معطيات تعود إلى سنوات قبل يعني خمس سنوات أو عشر سنوات قبل ذلك إذن هذا أصبحت معطيات تاريخية وليست معطيات وليدة اللحظة لأن الجغرافية تهتم بالمصار التاريخي لظاهرة الماء طبعا هذا مهم لكن نبغي أن نعلم أيضا الوضعية الحالية أيضا هذا أيضا مهم معرفة الوضعية الحالية إذن هذا أولا يعني هذا رقم واحد هذا رقم واحد منهجية إعداد ملف حول الهجرة إذن رقم جوج تانيا معطيات حول ظاهرة الهجرة القروية بالمغرب إذن هذا الجدول جدول تطور الهجرة القروية للمغرب إذن لدينا مختلف الفترات إذن ابتداء من 1912 ابتداء من 1900 إلى 1912 يعني أتساءل كيف تمكن من جمع هذه المعلومات يعني 1900 قبل الحماية الفرنسية هل كان هناك عملية يعني قبل الحماية الفرنسية يمكن اعتبار أن البلد كله كان يعني كان في وضعية قروية يعني هناك بعض النقاط الحضرية في المدن التاريخية لكن في الواقع يعني كان البلد أغلبيته في وضعية قروية إذن للفترة من 1900 إلى 1912 عدد المهاجرين القرويين حسب هذه الإحصائية لا أدري ما مصدرها 7800 من 1912 إلى 1926 11400 من 1926 إلى 1936 17300 من 1936 إلى 1952 45 ألف من 1960 إلى 1971 67 ألف من 1971 إلى 1982 113000 1982 إلى 1994 1934 ألف ثم بدأ هناك تراجع في سنة 1994 إلى 2004 هناك تراجع للهجرة القروية حيث انخفضت إلى 100 ألف يعني من 1936 ألف إلى 100 ألف إذن هناك خفاض وعاد هذا يعني عدد المهاجرين القرويين عاد إلى الارتفاع ما بين سنة 1990 إلى 2010 ليصل إلى 127 ألف إذن هذا الجدول تطور الهجرة القروية بالمغرب ننتقل الآن إلى أقوم بإعداد الجانب الأول من الملف من خلال إنجاز الخطوات التالية أحدد موضوع الجدول إذن ما هو موضوع الجدول؟ موضوع الجدول هو عدد المهاجرين القرويين في الفترات الزمنية يعني هناك فترات زمنية محددة ثانيا أصف تطور أعداد المهاجرين منذ بداية القرن العشرين إذن منذ بداية القرن العشرين بداية القرن العشرين كانت 1900 1900 إلى 1999 هذا هو القرن العشرين إذن بداية القرن العشرين عرفت يعني عرفت أعداد المهاجرين القرويين ارتفاعا كبيرا إلى سنة 1994 حيث تراجعت تراجعت الهجرة القروية في 1994 يعني انخفضت خفضا طفيفا ثم عادت للارتفاع سنة 2009 2010 وفسر ارتفاع أعداد المهاجرين نحو المدن منذ 1971 إذن 1971 عرف المغرب يعني المغرب حصلت له يعني عرف المغرب موجة من الجفاف يعني كانت هناك موجات متتالية من الجفاف في فترة السبعينيات أدت إلى يعني تضاعف وطيرة الهجرة إذن كان هناك تضاعف من 67 إلى 113 ألف إذن تضاعفت العدد الهجرة وهذا راجع يعني إلى يعني المغرب عانى من الجفاف وكذلك عانى من التقويم الهيكلي يعني المغرب استدانا من البنك الدولي وهذا أدى إلى مشاكل اقتصادية كبيرة يعني أدت إلى تراجع دعم الدولة لمختلف المجالات وبأبتل هذا أدى إلى هجرة الناس من القرية إلى المدينة ثالثا تبين ظاهرة الهجرة الدولية بالمغرب إذن الهجرة الدولية بالمغرب إذن جدول توزيع عدد المهاجرين المغاربة في الخارج إذن الهجرة لم تقتصر فقط على مسألة الهجرة القروية من القرية إلى المدينة بل كانت هناك أيضا هجرة دولية والتي لازلت إلى الآن إلى الآن يعني الكل الجميع يفكرون في طريقة للهجرة وكيف يخرج من البلد إذن لو أن الحدود كانت مفتوحة إذن ربما لكان أعداد المهاجرين خارج المغرب يعني لكان أكبر بكثير من يعني من ما هو عليه الوضح إذن أقوم بإعداد الجانب التاني من الملف إذن الجانب الأول من الملف كان عن الهجرة القروية والجانب التاني من الملف سوف يكون عن الهجرة الدولية يعني الجانب الأول كان هجرة داخلية الجانب التاني هو هجرة دولية إذن سوف نرى الجدول ماذا يقول لنا الجدول إذن المغاربة الدول التي يهاجر إليها المغاربة لدينا فرنسا إذن فرنسا هي أكبر مستقبل للمهاجرين المغاربة خارج أرض الوطن يعني يقدر عدد المهاجرين المغاربة بفرنسا مليون ومئة وستة وأربعين ألف وستمائة واتنين وخمسين نسمة يعني موجودة بالديار الفرنسية يعني عدد كبير يعني عدد كبير مليوني ثم تاني دولة الأكثر استقطابا للمغاربة يعني بعدد يعني عدد مهاجرين يبلغ 671 ألف وستمائة وستمائة وستين نسمة إذن ما يفوق نصف مليون نسمة إذن هذا موجود في الديار الإسبانية إذن إسبانيا هي تاني أكبر مستقبل للمهاجرين المغاربة وهذا أمر طبيعي إذن فرنسا يعني كانت هي المستعمر التي فرضت الحماية على أجزاء كبيرة من المغرب وإسبانيا فرضت الحماية على شمال المغرب وعلى صحرائه إذن طبعا هذا شيء واضع يعني يعني مسألة منطقية إذن المستعمرين السابقين إذن يعني لغتهم يعني ضلت في المناطق التي كانت قد استعمرها وبالتالي كان من السهل على المغاربة أن يهاجروا إلى هاته البلدة ثم نجد إيطاليا أيضا نجد إيطاليا يعني عدد المهاجرين بإيطاليا تقريبا يقارب النصف مليون مهاجر ثم نجد بلجيكا وبلجيكا هي تتكلم تقريبا اللغة الفرنسية يعني هناك جزء كبير من بلجيكا يتكلم لغة الفرنسية إذن بلجيكا عدد مهاجرين إلى بلجيكا تقريبا 297.919 نسمة مهاجرة إلى بلجيكا كذلك في إلى هولندا نجد هولندا خاصة أهل الريف يعني جبالا وأهل الريف يعني يهاجرون إلى ألمانيا بشكل كبير يعني تعدادهم 264.909 مهاجرين وكذلك أيضا هناك هجرة إلى بلدان المغرب العربي بلدان المغرب العربي بمعنى يعني موريطانيا الجزائر تونس وليبيا إذن هناك مغاربة يفضلون الهجرة إلى هذه البلدان يعني ليبيا مثلا كانت تستقبل أعداد كبيرة من المغاربة العمال يعني المغاربة ليبيا كذلك الجزائر الجزائر يعني قبل قفل الحدود يعني كانت الهجرة المتبادلة جزائريين ومغاربة إذن كانت الحدود مفتوحة خاصة في المنطقة الشرقية للمغرب والمنطقة الغربية للجزائر يعني كانت هناك تواصل عثوي يعني هنا نفس الشعب نفس التقافة نفس الشعب وبالتالي يعني كان هناك امتزاج بين في هذه المنطقة وبالتالي من الطبيعة النجدة مغاربة يسكنون في الجزائر ويعني جزائريين في المغرب يعني مسألة عادية يعني إذن كذلك ألمانيا إذن هناك أيضا مهاجرين مغاربة في ألمانيا تقريبا مائة وخمسة وعشرين ألف وتسعمائة واربعة وخمسين مغربي مهاجر في ألمانيا كذلك بلدان البلدان العربية الأخرى يعني بلدان العربية الأخرى يعني خاصة ربما مصر يعني هناك مغاربة في مصر كذلك هناك مغاربة في الخليج العربي سعودية الإمارات قطر عمان البحرين كان هناك تواجد للمغاربة بهذه البلدان العربية يعني تقريبا عدد المغاربة في هذه البلدان العربية مجتمعة 119.094 مغربي كذلك أمريكا الشمالية عندما نقول أمريكا الشمالية يعني الولايات المتحدة الأمريكية وكندا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا الولايات المتحدة الأمريكية لديها برنامج محدد برنامج للهجرة العشوائية برنامج القرعة للهجرة العشوائية إذن هذا البرنامج يعني هناك عدد محدد من المغاربة الذين ينجحون فيه سنويا ثم يعني بإمكانهم أن يهاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية كذلك كندا يعني كندا هناك إمكانية للهجرة لكندا كندا تقبل يعني الهجرة المباشرة خاصة لأصحاب الدبلومات وأصحاب الحرف التي تحتاجها كندا مثلا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إذا نجحت في القرعة فأنت تهاجر يعني الشرط الوحيد هو أنك تكون حاصل على الباكروريا أقل شيء أن تكون حاصل على الباكروريا أو لديك سنتين من الخبرة المهنية إذن أنتم كتلاميذ يعني إذا كان أحد فيكم يفكر في القرعة القرعة يعني لا تضعوا أسماءكم في القرعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنتم غير حاصلين على الباكروريا لأنه لن طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تقبل جميع لكن عليك أن تكون حاصلا على الباكروريا حاصلا على الباكروريا أو على الأقل يعني السنة الثانية باكروريا على الأقل إذن لا يمكن إذن هناك بعض الأشخاص الذين ينجحون في القرعة وعندما يعني يرغبون بالذهاب يعني ليس لديهم أي ديبلوم إذن ليس بإمكانه الذهاب يعني تأتيه فرصة ذهبية ولكن غير حاصل على الباكروريا لا يمكنه أن يذهب يعني بالتالي فلا تفرطوا في يعني الحصول على شواهدكم يعني أنتم الآن مطالبون يعني أن تشتغلوا بجد لتحصلوا على شهادة الإعدادية بعد ذلك يعني الباكروريا سوف يكون أسهل الباكروريا أيضا أيضا شهادين بغي أن تحصلوا عليها إذن هذا بالنسبة للأمريكا الشمالية ثم طبعا هناك بلدان أوروبية أخرى وطبعا البلدان الإفريقية أيضا الهجرة هجرة المغاربة إلى البلدان الإفريقية كما نعلم أن المغاربة بإمكانهم أن يسافروا إلى مجموعة من البلدان الإفريقية بدون تأشيرة بدون تأشيرة يعني وهناك مجموعة من البلدان الإفريقية الواعدة يعني هناك فرص اقتصادية وفرص استثمارية كبرى في البلدان إفريقية جنوب الصحراء كذلك هناك أيضا مجموعة من المغاربة المهاجرين إلى دول آسيوية وكذلك دول أمريكا الجنوبية إذن هنا أقوم بإعداد الجانب الثاني من الملف من خلال إنجاز الخطوات التالية أولا أحول معطاية الجدول إلى مبيان مناسب إذن ما هو المبيان المناسب الذي يمكن أن نحول إليه هذا الجدول إذن يمكن أن نضع مثلا مبيان على شكل دائرة لكن هذا سيتطلب الكثير من العمل إذن قمنا بشكل دائرة إذن سوف نحسب أعداد المهاجرين كاملة مجموعة المهاجرين واضح ثم سوف نأخذ كل دولة من هذه الدول لكي نحصل على الزاوية معينة التي تمثل تلك الدولة يعني وتعطينا فيما بعد يعني مبيان على شكل دائرة يعني كلما كانت زاوية الدائرة أكبر يعني فهذا يعني أن الدولة فيها عدد كبير من المهاجرين يعني فرنسا سوف تكون أكبر زاوية وبإمكانكم أيضا أن تضعوا مبيانا على شكل أعميدة يعني مثل هذا المبيان على شكل أعميدة يعني هنا تضعون أسماء الدول هنا تضعون أسماء الدول يعني وتضعون هنا أسماء يعني أعداد المهاجرين نعم إذن هذا ممكن أن تستخدموا هذا المبيان إذن ثانيا احسب مجموعة عدد المهاجرين المغاربة وأحسب نسبتهم من مجموعة ساكنات المغرب إذن بإمكانكم أن تحسبوا المهاجرين يعني تقريبا يعني حوالي يعني عليكم أن تحسبوا يعني عليكم أن تحسبوها تقريبا أربعة ملايين يعني ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين نسمة خارج المغرب إذن ما نسبتهم إذن نسبتهم تقريبا واحد في المئة يعني ساكنات المغرب تقريبا أربعين مليون حاليا أربعين مليون يعني أربعة مليون من أربعين مليون هي واحد في المئة واحد في المئة. لا عشرة في المئة. بالفعل يعني حوالي عشرة في المئة يعني قريب من عشرة في المئة. يعني نسبة كبيرة جدا. عشرة في المئة ليست بالنسبة البسيطة. عشرة في المئة من سكنة المغرب هي خارج المغرب عمليا. يعني وإذا حسبنا أبناعهم يعني هناك يعني مغاربة العالم يعني متوزعون على مختلف بلدان العالم في الحقيقة. نعم. إذا هذا السؤال تالتا. رابعا أفسر. تالتا استخرج الوجهة الأساسية للمهاجرين المغاربة المقيم في الخارج. الوجهة الأساسية وجهتان أساسيتان فرنسا وإسبانيا ويمكن أن نضيف إيطاليا أيضا. إذن هذه هي الوجهات الأساسية للمهاجرين المغاربة في الخارج. رابعا أفسر اختيار هذه الوجهة من طرف المهاجرين المغاربة. إذن فرنسا طبعا لأنها المستعمر السابق وكذلك إسبانيا. يعني هي يعني مستعمر السابق وبتالي المغاربة يعني يعرفون لغته. يعني يعني أيصر لهم أن يسافروا إلى بلد يعرفون لغته. كذلك القرب الجغرافي. إسبانيا هي أقرب بلد أوروبي إلى المغرب. القرب الجغرافي. لكن لا أدري ما الذي يفسر الهجرة الكتيفة للمغاربة نحو إيطاليا. أنا شخصيا لا أفهم هذا. يعني هناك هجرة كبيرة. يعني هي إيطاليا في الرطبة الثالثة. لماذا؟ إيطاليا بعيدة جغرافييا عن المغرب. إيطاليا لم يسبق لها أن استعمرت المغرب. استعمرت يعني ليبيا. إذن لماذا المغاربة متواجدون بكتافة في إيطاليا. هذا سؤال يعني. لا أدري. لا أدري لماذا المغاربة متواجدون بكتافة. هكذا في إيطاليا. هناك من يقول أن المغاربة يعني ساهموا في تحرير إيطاليا ربما من الفاشية. لا أدري ربما. إذن أفسر اختيار إذا نفسرنا ذلك. خامسا استنتج أهمية ظاهرة الهجرة بالمغرب وآثرها الاقتصادية والاجتماعية. إذن طبعا الإنسان الذي يهاجر من المغرب نحو بلدان أخرى. إذن هو يبحث عن ظروف عيش أفضل. آآ وبالتالي يعني الهجرة. هجرة المغاربة خارج المغرب. لها أطار اقتصادية واجتماعية كبيرة على البلد. يعني بحيث أن هناك تحويلات مالية للمغرب يعني للعائلات المغربية لهؤلاء المهاجرين في المغرب. وهذا يؤدي إلى انتعاش آآ يعني انتعاش الموارد آآ المالية من العملة الصعبة بالمغرب. إذن هذا ثالثا. رابعا تبين ظاهرة هجرة المرأة المغربية إلى الخارج. إذن توزيع نسبة النساء المهاجرات ببعض بلدان المهاجر. إسبانيا مثلا نسبة الدكور 65% نسبة الإينات 35% إذن الدكور هنا نسبة غالبة. إيطاليا نسبة الدكور 50% والإينات 41%. الولايات المتحدة نسبة الدكور 58% ونسبة الإينات 42%. الإمارات العربية المتحدة نسبة الدكور 25% ونسبة الإينات 75%. تلدينا نص ساهمت النساء المغربيات المهاجرات بالخارج في إحداث رابطة افتراضية أو حقيقية بين بلدانهم أصلية ومناطق التوافد بالنظر إلى نموذج مدينة بروكسل بلجيكا. يصل عدد النساء من أصل مغربي إلى 160 ألف مقابل 80 ألف للدكور أي ما يناهز 240 ألف نسمة وهو ما يمثل جوش فاصلة 4% من سكان المدينة البالغ عددهم 10 مليون نسمة. ويوجد في بلجيكا عدد مهم من الجمعيات النسائية. نجد 49 جمعية بمدينة بروكسل وحدها أكثر من نصفهم يعني 37 جمعية يترأسها نساء مغربيات. هذا النص يبين لنا يعني دور النساء المغربيات المهاجرات بالخارج. إذن هنا أقوم بإعداد الجانب التالت من الملف من خلال إنجاز الخطوات التالية. واحد أقرأ الجدول والنص وأحدد موضوع كل منهما. إذن موضوع الجدول هو نسبة النساء المهاجرات ببعض بلدان المهجر. بالنسبة لموضوع النص هو مساهمة نساء المغربيات المهاجرات بالخارج في بلدانهم الأصلية ومناطق التوافد. السؤال الثاني. أقارن نسبة المهاجرين بين الدكور والإنات ببعض بلدان المهجر. إذن نلاحظ هنا أن نسبة الدكور في إسبانيا مثلا نسبة الدكور يعني تقريبا ضعف نسبة الإنات. بالنسبة لإيطاليا. إذن إيطاليا والولايات المتحدة نسبة الدكور يعني تظل أكبر من نسبة الإنات لكن هناك تقارب. أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة نجد أن نسبة الدكور ضعيفة جدا. إذن يعني من المهاجرات بالإمارات العربية المتحدة هم إينات. ثالثا أفسر مصار النجاح لأنساء المهاجرات ببروكسل. إذن نجاح النساء المهاجرات ببروكسل ومرتبط بالتقافة بالتقافة الأوروبية وبعقلية العقلية الأوروبية التي يعني تدفع المرأة نحو النجاح يعني وتساهم في نجاحها. رابعا أبحث في جهتي عن نماذج المصارات الناجحة لنساء مهاجرات بالخارج. إذن ما عليكم سوى البحث عن يعني مصارات لسيدات مهاجرات بالخارج. يعني يعني وتناقش ذلك في هذا الملف. إذن هنا سؤال يعني لم يطرح لماذا لماذا نسبة النساء نسبة الإنات في الإمارات العربية المتحدة هي تصل إلى تقريبا ثلاثة أضعاف ثلاثة أضعاف نسبة المهاجرين الدكور في الإمارات العربية المتحدة. إذن في الواقعين هذه مسألة متكررة خاصة ببلدان الخليج العربي السعودية الإمارات قطر أيضا كذلك البحرين ناحية ربما البحرين بالنسبة أقل إذن خاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة هناك نسبة إينات مرتفعة كمهاجرات بهذه البلدان. يعني بشكل موضوعي يعني هذه المسألة هي راجعة لماذا؟ هي راجعة لمسألة تعدد الزوجات راجعة لمسألة تعدد الزوجات يعني تجد أن الخليجي طبعا الشريعة الإسلامية هي تسمح للمسلم بالزواج بأربعة يعني تجد الخليجي المطرف يعني من مظاهر إظهار ثرفه وإظهار قدراته وما إلى ذلك يعني هناك هوس بالزواج بالمرأة المغربية إذن هناك من يأتي للمغرب للبحث عن زوجة مغربية يعني يضيفها يعني إلى تعداد زوجاته فيحب أن تكون له زوجة من المغرب وزوجة من مصر مثلا ثم زوجة من الزوجة الأولى غالبا تكون من السعودية أو الإمارات وزوجة ثانية من المغرب وثالثة من سوريا مثلا أو لبنان أو مصر لكن دائما المغربية ينبغي لها مكانتها ضمن زوجات يعني الخليجي الذي يحب أن يعدد فهو يعدد بالمرأة المغربية ثم يرى امرأة أخرى من جنسية أخرى إذن هذا هو السبب يعني في يعني هذا يعني ارتفاع نسبة الإنات خاصة في بلدان الخليج العربي وهو راجع لمسألة تعدد الزوجات وحب يعني الرجل الخليجي للزواج بامرأة مغربية وكذلك أيضا هناك حالات مثلا يعني هناك أعمال يعني الأعمال التي قد يعني يشتغلوا فيها بعض النساء في هذه البلدان أما بالنسبة لمسألة الأعمال المشبوهة يعني ففي الغالب هذه البلدان صحيح أن هناك أنشطة مشبوهة يمكن للنساء أن تشتغل فيها في هذه البلدان لكن في الواقع يعني هذه الأنشطة هي أنشطة محدودة كما أن الدولة تحارب الأنشطة المشبوهة الإمارات أو السعودية تحارب الأنشطة المشبوهة وبالتالي إذا كانت هناك نشط مشبوه فيتم الترحيل إلى بلدان الأصل لكن السبب الرئيسي والسيدات المستقرات في هذه البلدان ففي الغالب يكون متزوجات من رجل خليجي لأنه يحب أن يكون في عصمته امرأة مغربية دائما يحب الخليجيين يحبون هذه المسألة إذن كذلك بإمكانكم أن تذكروا هذه التفاصيل في هذا الملف فيكم إذن بهذا نكون قد أنجزنا تكلمنا عن مختلف الفقرات التي يمكن أن تضعوها في هذا الملف حول ظاهرة الهجرة إذن بالتوفيق يعني أتمنى لكم التوفيق بخصوص وضع هذا الملف أشكركم على حسنية تتبعكم ونلتقي مع درس جديد شكرا